وزنها ما يعديش 8 جرام وحجمها كله في حجم عقلة الاصبع ورغم كده سعرها بيعدي 4 مليون دولار يطرى ايه السر ورا السعر الخرافي لعملة عيد مار وازاي الخيانة ممكن تكون السبب في تهافط الكل عليها علشان تبقى من نصيبه تفاصيل كتير جدا هنوضحها لحضراتكم عن الحكاية دي فخليكم معنا كل حاجة وليها زبنها زي ما بيقولوا لكن المرة دي السلعة كانت مختلفة شوية واللي هيشتريها يئما هيكون واحد غاني وهاوي يجمع الأثار والمقتنيات الأديمة اللي وراها قصص فريدة من نوعها أو يكون غاني برضو بس بيشتريها لأغراض الربح والتجارة لأنه هيرجع يبيعها تاني بأسعار خيالية استلع عبارة عن عملة نادرة جدا وزنها 8 جرامات دهب وقطرها 19 ملي متر عمرها أكتر من 2050 سنة العملة معروضة للبيع في مزاد علني بفندو في مدينة زيورخي بسويسرا كمان بتنظموا دهر شهيرة جدا متخصصة في بيع النقود الأديمة والندرة العملة الأديمة دي معروفة باسم عيد مار أو عيد مارس سعرها الجالي ده مش بسبب الدهب اللي فيها لكن السر في القصة وراء إصدارها من الأساس في سنة 44 قبل الميلاد واللي أخد قرار بسك العملة دي كان حريص أن قصته تفضل محفوظة على مر التاريخ الحكاية بدأت يوم 15 مارس عام 44 قبل الميلاد اتجمع مجموعة من الأفراد معهم خناجر خارج مقر الكونجرس برومة الأديمة مستنيين خروج واحد من أبرز القادة اللي عرفتهم البشرية وهو الجنرال يوليو سكايسر لما قرب يوليو سكايسر من المجموعة هجموا عليه وطعنوا لمدة طويلة جدا تقريبا وصل عدد الطعنات لـ 23 طعنة لغاية لما انهار يوليو سكايسر من كتر الطعنات وينجحوا كمان في إنهاء حياته في عمر 55 سنة المفرأة أن واحد من ضمن اللي طعنوا كان من المقربين لي كان اسمه مايكل بروتس واحد من أشهر السياسيين في عصره وهنا يوليو سكايسر قال جملته الشهيرة حتى أنت يا بروتس؟ في اللحظة دي بقى بدأت قصة دنار عيد مار طيب بدأت إزاي؟ بعد سنتين من إنهاء حياة يوليو سكايسر وفي سنة 42 قبل الميلاد قرر بروتس مع صهره كاسيوس العقل المدبر للواقعة سكوا عملة جديدة للاحتفال برحيل يوليو سكايسر والإعلان عن العصر الجديد اللي بينتظر روما في عهدهم حفروا على وجه العملة الأول صورة وجه بروتس وعلى الوجه الثاني حفروا صورة لخنجرين ودي كإشارة إن أكتر من واحد شاركه في عملية استياد يوليو سكايسر بيغطي الخنجرين كمان رمز روماني الحرية نقشوا على العملة جملة لاتينية معناها اليوم الرابع والسبعين من التقويم الروماني وهو اليوم اللي تم فيه إنهاء حياة يوليو سكايسر عيد مار لكن الظروف كانت عكس بروتس وكاسيوس وكأن العملة الجديدة دي كانت بداية نهايتهم فبعد سكها بأشهر قليلة اتقال إن الاثنين اتحروا بعد عزمتهم في معركة ضد مناصر يوليو سكايسر بوفاتهم اتكتبت النهاية لعملة عيد مار وحاليا موجود منها فاسواء العملات النقدية حوالي 100 دينار مع داني باسم عيد مار لكن ثلاثة منهم بس دانانير زهبية واحد منهم ملك البنك المركزي الألماني والتاني اشتراه في 2020 شخص جامع للعملات الأديمة بمبلغ 4 مليون و200 ألف دولار والتالت هو العملة الأخيرة التي تتبع في المزاد العلني لكن صاحبها جير معروف لغاية دلوقتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة